السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم جال مصدر امني ان هناك فريق من ادارة البحث الجنائي بالسويس يجرى التحقيقات موسع للوقوف على ملابسات وقت حدث طريق الجلالة الذي اصفر عن مصرع فتاح حركة اسر السطرة صدوم سيارته بسيارة نقل تقيل في اسناء سيارها عكس الاتجاه واضافت المصدر ان القوات تقوم الان بفحص كاميرا المرقبة الموجودة على طريق الجلالة لتحديد نوع السيارة واللوحات المعدنية الخاصة بها لكي تتوصل الى امالك السيارة والتعرف على هوية الفتاة التي كانت تقودها واشرحت مصادر ان حادث طريق الجلالة يشير الى ان فتاة كانت تقود سيارة ملاكة بسرعة جنونية واستدمت بقوة نتيجة السرعة وسيارة عكس الاتجاه في سيارة نقل مما اسفر على احتراق السيارة الملاكة وتفحم جثة الفتاة التي كانت بداخلها وكانت بداية انتشار الواقع من خلال تدول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة فيديوهات التقطتها احد الاشخاص لسيارة ملاكة تقودها صحبتها بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس من طريق جلالة الصحراء وفي اسناء تصوير عملية السير عكس الاتجاه وقع الحادث واتضح من خلال الفيديو المتدول للحادث تصدم السيارة الملاكة التي كانت تقودها صحبتها عكس الاتجاه بسيارة اخرى نقل تقيل مقابلة لها مما ادى الى انفجار السيارة الملاكة واحتراقها بالكامل وبعد الفحص تبانى ان السيارة الملاكة كانت يقودها فتاة وبعد استدامها بسيارة نقل تقيل نتيجة قيادته للسيارة بالاتجاه المعاكس في طريق الجلال الصحراوي اشتعلت النيان في السيارة مما ادى الى تفحم جثة الفتاة بالكامل وهو ما صعب عملية الاستدلال على هوية الفتاة حتى الان من قبل الجهات الامنية ما استدعى تفريغ كاملات المقبل موجودة على طيق في محاولة الاستدلال عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته